بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الحالة الثانية من حالة تكامل في التجزية وهي حالة تكامل دالة شهيرة ضرب دالة شهيرة بDX ولكن لنتذكر معنا الحالة الأولى وهي حالة تكامل كثيرة حدود ضرب دالة شهيرة أنه في مثل هذه الحالة الU ستكون هي عبارة عن الدالة الشهيرة عن كثيرة الحدود فإذا فرضنا الU هي X فإن الDU هي DX والDال الشهيرة اللي هي SIC بتانجنت فهي DV بمكاملة الطرفين فإن تكامل SIC بتانجنت شهير هو عبارة عن V الآن نطبق الدستور UBV يعني X ضرب SIC هي UBV نائز تكامل VBDU هذا ضرب هذا نائز تكامل SIC بتانجنت بDX ولكن تكامل SIC شهير هو logarithm SIC زي التانجنت فنحصل على هذا التكامل إذن هذه هي الحالة هي الحالة الأولى حالة كثيرة حدود ضرب دال الشهيرة ننتقل إلى الحالة الثانية حالة تكامل دال الشهيرة ضرب دال الشهيرة في مثل هذه الحالة الدال الشهيرة المقصود فيها هي أي دالة نعرف تكاملها ومشتقها هذا هو المقصود الدالة الشهيرة في هذه الحالة أي منها تريد أن تسميه U سميه وأي منها تريد أن تسميه DV إذن الدالة اللي بتحب تشتقها سميها U والدالة اللي بتحب تكاملها سميها DV لكن هنا 99% من التكاملات التي نحصل عليها نحصل على تكامل الدوار ما هو المقصود التكامل الدوار هو التكامل الذي ننطلق منه ثم نعود إليه لنأخذ مثال على ذلك تكامل sine x by e والسالب x by d x واضح أنه دالة شهيرة هي sine وال-e والسالب x by d x هي عبارة عن أيضا دالة شهيرة الآن إذا سمينا ال-u هي sine عند إذن نشتققنا الطرفين ال-u هي cosine x by d x الباقي هو dv هو e والسالب x by d x نكامل الطرفين فنحصل على v هي وسالب e والسالب x الآن u by v sine بسالب يعني سالب sine by e والسالب سالب وفي سالب هنا بدأتصير موجب v by d u يعني هذا ضرب هذا إذن فنحصل على cosine by e والسالب x لو نظرنا إلى هذا التكامل أيضا نرى أنه دالة شهيرة ضرب دالة شهيرة by d x نطبق نفس الشيء تكامل في التجزئة ولكن هنا نحافظ على شيء واحد اللي سمينا dv يبقى dv فنحن سمينا e والسالب x by d x dv فنحافظ على هذه التسمية طبعا ما بيأثر إذا غيرنا التسمية ولكن حتى ما نكامل ونتعذب إذن هنا dv هو e والسالب x وهنا أخلي نفسه dv هو e والسالب x لأنه سبق وكاملنا إذن فأنا الرموز اللي u b هي cosine والd u هي سيكون سالب sine x by d x dv هي e والسالب x by d x لو كمان الضرفين فحصلنا على هذه نعوض في هذا التكامل u b v نائس v b d u فنحصل على u الجزء الأول هو نفسه سالب x by e والسالب x الآن u b v cosine ضرب سالب e us ديصير سالب cos by e us سالب سالب الدستور تكامل v b d u سالب في سالب موجب sine by e والسالب x by d x ولكن هذا هو التكامل i اللي انطلقنا منه هذا هو التكامل i الآن هذا هو أنه سنحصل على تكامل دوار الآن هذا مننقله إلى الطرف الثاني اللي عند صديقه فنحصل على في هذا الطرف في الطرف الأيسر سيبقى معي سالب sine by us x سالب cos by us سالب i هذا هو ال i لو نقلنا هذا السالب i اللي عند صديقه ال i فبدي يصير معي i زائد i 2i هذا في الطرف الأيسر في الطرف الأيمن سيبقى معي هذا لأنه نقسم على 2 فنحصل على هذه الكتابة إذن في الحالة الثانية سنحصل على دائما على تكاملات دوارة لو أخذنا مثال آخر لو أخذنا هذا المثال سيك تكعيب x ب dx الآن السيك تكعيب يمكن كتابته سيك بسيك تربيع ب dx الآن حصلنا على دالة شهيرة دالة شهيرة ب dx نفرض ال u هي عبارة عن السيك هذا يؤدي لو اشتققناها ال d u هو سيك بتانجنت ب dx والباقي هو dv الباقي هو سيك تربيع ب dx هذا يؤدي لو كاملنا الطرفين تكامل السيك تربيع هو تانجنت الآن نطبق u ب v يعني سيك ضرب تانجنت هذا أول شيء سالب تكامل v ب d u سيك ضرب تانجنت ضرب تانجنت ب dx سيك ضرب تانجنت ضرب تانجنت ب dx ولكن تانجنت ضرب تانجنت هو تانجنت تربية إذن فنحصل على سيك ضرب تنجنت سالب تكامل السيك بتنجنت تربيع الآن هناك علاقة صداقة بين التنجنت وتربيع والسيك تربيع تتجلى هذه العلاقة الصداقة بالعلاقة التالية إن واحد زائد تنجنت تربيع إن واحد زائد تنجنت تربيع هو عبارة عن سيك تربيع من هنا التنجنت تربيع ماذا يساوي يساوي إلى سيك تربيع نائس واحد طبعا وهذه العلاقة وضحناها وشرحناها من أين حصلنا عليها سابقا إذن فنأتي إلى التنجن تربيع ونضع مكانه ما يسوي اللي هو سيك تربيع نائس واحد فنحصل على هذا أنه نكرره باستثناء هذه نضع بدل هذه فنحصل على سيك بتنجن سالب تكامل سيك بدل التنجن تربيع نحط بدلها سيك تربيع نائس واحد دي اكس الآن نضرب السيك بالأول والسيك بسيك تربيع بتطلع معي سيك تكعيب سالب سيك ضرب سالب واحد هي سالب سيك إذن فنحصل على هذا بعد الضرب الآن من خواص التكامل تكامل دالي خطية يوزع للأول ويوزع للتاليين فالتكامل يوزع للسيك تكعيب ويوزع للسيك فنحصل على الجزء الأول هو سيك بتنجن زاء التكامل زاء التكامل طبعا سالب تكامل سيك تكعيب سالب في سالب تصير موجب تكامل سيك إذن هي موجب تكامل سيك سالب تكامل سيك تكعيب لو طلعنا هذا هو اللي رمزناه له i التكامل اللي انطلقنا منه هو سيك تكعيب وحصلنا عليه إذن دورنا الدورة وحصلنا عليه الآن i فحصلنا على إذن اللي طلع معي هو سيك بتانجنت زائد تكامل سيك بدي اكس نائس i هذا السالب i بننقله للطرف الثاني فيصبح موجب i إذن هنا i ويصبح موجب i بصيره هنا i زائد i 2i ويبقى هنا سيك زائد تكامل التكامل سيك أيضا شهير هو لغارتم سيك زائد تانجنت إذن 2i سيك زائد لغارتم سيك زائد تانجنت الآن نقسم على 2 فنحصل على الاي أي نحصل على التكامل وهو المطلوب إذن بهذا الحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته